صباح الظهر بالليل معاكم أمدة أمريكا من أمريكا ماما وجيه رحب بكم في كل مكان ومن كل مكان اليوم الفيديو موجه خصيصا لأبوي وأمي وعامة للآباء أمهات اللي يعتبروا من المتشددين دينيا هذه الرسالة موجهة إليكم الذين كانوا جزء من اضطهاد أولادهم جزء من ظلمهم جزء من طغيان عليهم ساهدوا فيلم بوي ريست الولد الممحي فيلم يحكي قصة حقيقية ما بين ولد قصيص من عائلة متشددة دينيا تشبه العائلة الوهابية في المملكة العربية السعودية نفس العوائل الذين يرسلوا أولادهم إلى تحفيظ القرآن والمراكز الصيفية نفس الطريقة عندهم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية ولد كان يخاف الله ولد مداون على الصلاة يحفظ الإنجيل ولا يعمل الفاحشة يشارك في الرياضة يساعد الضعيف ومع ذلك أبوه كان يشك بأنه ممكن الولد هذا يطلع مثلي كان كثر من النواد الصيفية كثر من على أساس أن يرسلوا إلى هذه الأماكن التي ينشر فيها كلمة الله كلمة الرحمن والهداية وكيف أن تصبح رجل والرجولة وعلوم الرجاجيل المعلمين واقع كانوا مثليين واللي ما كانوا مثليين كانوا خرجوا سجون ولا واحد فيهم عنده دكتوراه أو من المتعلمين أو يكون سادة القوم المحترمين المحترمين اللي لا يدخلوا الخرافات في حياتهم الطبيعية هؤلاء هؤلاء ناس ما حد شيء قالهم بس في ظل خوف الأب على كرامة الشخصية في ظل خوف يقولوا الناس عننا يقوم يرسلوا ثان تغيير الهوية الجنسية والهوية الجندرية على أساس أنهم يسمون أنفسهم دكاتر هم عندهم دكتوراه ولا عندهم علم ولا شيء يحكي قصة كيف أنه هذا المكان كان سبب في تعذيب وضرب هؤلاء الأبرياء من مجتمع الميمعين بسبة أنهم راحوا على هذه الأماكن ومن هؤلاء الناس الذين توعدوا على أنهم يحموهم ويسعدوهم ويطوروا حياتهم طيب فواحد من الأولاد انتحر والثاني يقول له مثل أليل لما يحسوا أنك تغيرت وبعدين أغرو نحن أذانا بسبتكم وإنت وإنت تعداتوا علينا بشياء كثيرة تتمنوا علينا على أساس أنه وديتونا مدارس وأقلتونا وشربتونا وهذه أقل حاجة ممكن تسووها ضرب وضربت تفل وتفلت أضع وضع وضع وكسرت عواطف واختطفت عمرك ما سألت إذا أنا بخير عمرك عمرك ما سألت إش صار في تحفيظ القرآن عمرك ما سألت إش الأذى اللي واجهته من هذه الأماكن عمرك ما سألت إش التطرف اللي خليت ولدي يواجه كلامي نعم موجه لكن عارف نفسك خايف من المواجهة ولما واجهت قلت اللي إش تبغى مني ولما قلت لك إش أبغى منك تهربت أقل حاجة ممكن تسويها كان إنك ممكن تحب ني وتحب ولدك زي أي واحد ثاني بس تكبرك وكرامتك وشوفت نفسك ما خلتك تقبل ولدك زي ما هو وخفت على الأشياء اللي إنت تبغاها وما وقفت تفكر بنفسك دائما تقول لي إنه أنا أناني ونسيت إنه إنت أكبر أناني كان في حياتي سواء أنت ولا هي ما أخاف من الكلام اللي أقوله وربك اللي تؤمن بي كان أكثر واحد يعلم بالمحاولات اللي سويتها لتغيير نفسي عشان بس ترضى عني أو أنت تتكبليني لا عندك أبوة ولا عندك أموة وإن كنت تدعو الأبوة والأموة فهي بس شكل صورة إذا أنت كنت تتمنى فعليا أن علاقة تبقى ما بينك وما بين ولدك لا تتوقع التغيير مني أنا ما سوت شيء غلط وحكون مثلي ولن أتغير من مثليتي إن كان هناك إنسان حيتغير في هذه العلاقة وإنتم شوفكم على خير كنوا أحرار كنوا مثليين كنوا فخور بما هي هويتك سواء عجبهم الناس وليما عجبهم شوفكم على خير وقل مع السلامة باي 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 بالهاب للهجي goodbye اشتركوا في القناة